البحرية الأمريكية تحبط تهريب شحنة متفجرات إيرانية للحوثي والحكومة تقر تحديث القوائم السوداء بالقيادات الحوثية والكيانات الداعمة لها الخارجية تنضد بمدونة السلوك الحوثية وتعتبرها ملشنة للدولة وتقويضا لجهود السلام ومنظمة تقول إنها تكريس للتجار بالبشر تظاهرة لأهالي بني مطر في صنعاء احتجاجا على نهب نافذين حوثيين أراضيهم نشرة التاسعة من يمن شباب أهلا بكم معكم هشام جامل وأماني علوان إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن البحرية الأمريكية وخفر السواحل اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من مواد متفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي وقالت القيادة في بيان إن قاربا للصيد عديم الجنسية كان يحمل أكثر من مائة وثمانين طن من سماد اليوريا وفوق كلورات الأمونيوم عندما عثرت سفينة خفر السواحل والطراد الصاروخي الموجه على مركب شراعي في المياه الدولية لخليج عمان في الثامن من نوفمبر الجاري البيان أوضح أن الجيش الأمريكي أغرق قارب التهريب في خليج عمان يوم الأحد الماضي بعد إفراغهم من مواد متفجرة وجرى نقل أفراد الطاقم اليمنيين الأربعة إلى خفر السواحل اليمني في خليج عدن وبحسب قادة القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إيريك فإن شحنة المواد المتفجرة تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود وقال إن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي تورطت منظمات أممية ودولية في دعم زراعة أكثر من مليوني لغم وعبوات متفجرة متنوعة الحجم والشكل بمختلف محافظات البلاد خلفت ما يزيد عن 2500 قاتل من المدنيين منذ العام 2014 بحسب تقارير حقوقها قبل خمسة أعوام كانت دليلة على بعد ليلة واحدة من يوم زفافها الذي تحول إلى أتعس يوم في حياتها كما تقول حدث ذلك في يوليو 2017 بعد أن عادت من النزوح للسكن في قريتها بمنطقة الشقب في صبر الموادم الواقعة جنوب شرق محافظة تعز لينفجر بها لغم الأرضي عرضها لبت رساقيها أكثر من 2500 مواطن معظمهم من اللساء والأطفال قتلوا في ألغام متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثية الإرهابية وبدعم من الأمم المتحدة بحسب جهات حقوقية تورطت منظمات أممية ودولية في دعم أنشطات الحوثيين في مجال الألغام خلال سنوات الحرب وشاركت في قتل المدنيين وممارسة جريمة لا تمحى أثرها رسالة نوجه إلى الأمم المتحدة وقفوا دعم الذي اتعمها من خلف الطاولة أو من تحت الستار للماليشيات الحوثية الإنقلابية لزراعة الأبوات والمتفجرات ضد النساء والأطفال والمدنيين العزل وفق تصريحات حكومية يقدر عدد الألغام المزروعة بما يزيد عن مليوني لغم في حقول توزعت على عدة محافظات تستمر هذه الألغام المزروعة من قبل الحوثيين في قتل وإعاقة اليمنيين وتخليف دمار واسع للبنية التحتية بينما يقف العالم مساندا لكل جرائم الحرب التي ترتكب من قبل الميليشيا بحق شعب بأكمله أيمن قائد يمن شباب تعز أوصل مركز القومي للدراسات الاستراتيجية بتشكيل قوات مشتركة لمكافحة المخدرات في اليمن ودول الخليج كما أشار الرئيس المركز الدكتور عبد الحميد عامر خلال انطلاق فعليات المؤتمر الوطني لمكافحة المخدرات إلى دور إيران في عمليات التهريب بالمنطقة ضمن أنشطتها الإجرامية ويعايتها للإرهاب من جهتها أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمأرب العميد ناصر الأعوش ارتفاع مستوى تهريب المخدرات إلى اليمن بسبب أوضاع الحرب وهشاشة الإجراءات الأمنية إضافة إلى انتعاش الاستثمار العقاري والمصرفي وعمليات غسل الأموال التي تم تحصيلها من تجارة المخدرات وقد بات من الضرورة إنشاء قوة أمنية لمكافحة المخدرات على المستوى الأقليمي تساهم فيه بفاعلية كافة دول الخليج واليمن لضمان أمن الأجيال في هذه البلدان المستهدفة سياسيا عبر إغراق دولها بالمخدرات وتدمير ممنهج لأخلاق المجتمعات المحلية عبر ترويج هذه الآفة القاتلة والتي تقف خلفها قوة إقليمية ترعى الإرهاب في المنطقة العربية والجزيرة على وجه الخصوص وفي الوقت ذاته تعمل على زيادة التدفقات المالية لأذرعها الإرهابية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفي ملف مكافحة المخدرات أعلنت الأجهزة الأمنية في تعز ضبط شحنة مخدرات في نقطة الهنجر مدخل المدينة كما قالت الشرطة أن الشحنة المضبوطة تحتوي على 42 ألف حبة من مادة فينوبيتال كانت في باصي ركاب وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد فؤاد مهيوب أن الكمية المضبوطة تعتبر من المؤثرات العقلية المراقبة وأن عملية الضبط تمت في نقطة الهنجر أثناء محاولة إدخالها إلى المدينة وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة والباصة الذي كان يقلها وضبط السائق لاستكمال الإجراءات والإحالة إلى الجهات المختصة عسكريا في تعز تجددت المعارك في عدد من محاور القتال خلال الساعات الماضية وفق بيان أصدره المحور العسكري في المحافظة ووفق البيان اليوم الثلاثة فإن المواجهات تجددت في جبهة الغربية عقب قصف بقذائف الهون شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية على التجمعات السكنية ومواقع الجيش الوطنية وذكر المحور أن الميليشيا استهدفت مواقع الجيش في منطقة الصياحي وجبل هان بالضباب ومدرسة همدان بوادي حذران وجبل الأحطوب في أطراف مدرية جبل حبشي الحدودية مع مديرية مقبنة البيان أشار إلى أن قوات الجيش أخمدت نيراناً حوثية في معسكر الأمن المركزية عقب استهداف الميليشيا للأحياء السكنية في منطقة كلابا شمال شرقي المدينة وفي لحج شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجوماً على مواقع الجيش والمقاومة شمال غربي المحافظة في وقت متأخر من مساء الاثنين مصادر ميدانية قالت لقناة يمان شبابنا ميليشيا الحوثي سدفت حاجزاً عسكرياً للجيش في منطقة حوامرة تابعة لمدرية المسيمير وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد جندي وإصابة آخر ومنطقة حوامرة هي منطقة حدودية بين محافظتي لحجوة تعز ويتكرر فيها استهداف المدنيين والأبرياء بالقصف العشوائي من قبل ميليشيا الحوثي المتمركزة في مدرية ماوية التابعة لمحافظة تعز هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد استدفت الأسبوع الماضي منطقة قداش شمالي عزلة كيرش التابعة لمدرية القبيطة بصاروخ حراري متسبباً بسقوط ضحايا في أوساط المدنيين في الجوف أدان مكتب حقوق الإنسان في المحافظة أعمال تهجير قصرية قامت بها ميليشيا الحوثي للأهالي من قبائل ذو محمد في منطقة مذاب غربية المحافظة داعياً المجتمع الدولية للعمل على محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات وقال المكتب في بيان إن ميليشيا الحوثي قامت بعمليات تهجير قصرية بحق سكان منطقة مذاب من أبناء قبيلة ذو محمد غربية الجوف وأضاف أن الميليشيا الإرهابية استهدفت العديد من المنازل وهجرت العشرات من الأسر من مساكنهم تحت الضغط واستخدمت القوة تحت مبررات واهية تتعلق بقضايا قبلية مع قبيلة سفيان وهذا يتنافى مع القوانين ومع الأعراف والأسلاف البيان أكد أن ممارسات التهجير القصري تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنسانية تظاهر عشرات الأهالي من أبناء مديرية بني مطر أمام محكمة بني مطر بصنعاء احتجاجا على مصادرة أملاكهم من الأراضي من قبل نافذين في ميليشيا الحوث الإرهابية نعم يت هذا الاحتجاج بعد اختطاف الميليشيا لأكثر من عشرين من أهالي منطقة داعر والقلاض عقب تنفيذه مساء الماضي وقفة احتجاجية مماثلة احتجاجا على مصادرة أراضيهم من قبل الحوثيين ترافق هذا مع اشتباكات شهدتها مناطق عدة في متنى وقراها مع مجميع حوثية تابعة للقيادي الحوثي جحاف أثناء تطويقهم أراضي الأهالي ومصادرتها بأحكام قضائية من المحاكم التابعة لها هذا وصعدت ميليشيا الحوثي من أعمال النهب والسطول لأملاك السكان وأموالهم في مناطق سيطرتها في صنعاء والحديدة وعمران وإب وسط تنديد شعبي واسع بتلك الانتهاكات كشف اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى عن استعدادات عسكرية لحسم المعركة ضد ميليشيا الحوثي لصالح الوطن والدولة هذا وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد عبيد من دغر أكدت خلاله دعمها وتأييدها لكافة جهود وقرارات المجلس الرئاسية بما في ذلك جهود حل المشكلة الاقتصادية والاستعدادات العسكرية لحسم المعركة مع الانقلابيين لصالح الوطن والدولة وكذا دعمها لقرار المجلس الرئاسي بتصنيف الميليشي الحوثية كجماعة إرهابية كما أكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن لا زالت تشكل إطارا صالحا لتحقيق سلام عادل وشامل في اليمن هذا وطلبت هيئة رئاسة مجلس الشورى المجتمع الدولي والوسطى بالتعامل الحازم مع جرائم وانتهاكات ميليشيا ذات الطابع الإرهابي الممنهج والمبادرة لسرعة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية توعد وزير الدفاع ميليشيا الحوثي الإرهابية بحرب غير تقليدية في حال انهارت جهود تمديد الهدنة وذلك في تصريحات متلفزة نشرت له الاثنين تزامنا مع تهديد آخر للمجلس الرئاسي بالاحتفاظ بحق الرد تبعه دعم مجلس الشورى لاستعدادات عسكرية لحسم المعركة لصالح الدولة خروقات متكررة لهدنة لم تصمد منذ إعلانها ولم تتجدد منذ انتهائها في اليمن بسبب التعنت الحوثي ورفضه الدائم لأي جهود لتجديدها ووضع شروط تعجزية لعرقلة الأمر أمام هذا التعنت خرج وزير الدفاع في الحكومة الشرعية الفريق الروكر محسن الداعري متواعدا الميليشيا الحوثية بحرب غير تقليدية ولا تشبه الحروب السابقة الداعري وخلال مقابلة له مع قناة الحدث أشار إلى أنه في حال انهارت الهدنة بشكل تام وفشلت جهود مساعي تمديدها فإن القوات المسلحة مع قوات التحالف لديها عدد من الخطط البديلة وتطرق إلى جهود جارية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة المعركة في كل الجبهات مضيفا أن قرار تشكيلها والاتفاق عليها بات قريبا غير أن أهم ما كشف عنه وزير الدفاع خلال مقابلته عن سعي الجيش لتوفير المزيد من وسائل الدفاع العسكري والأسلحة ومن بينها الطائرات المسيرة محللون اعتبروا أن حديث الداعر عن ادخال الطائرات المسيرة ضمن أسلحة الجيش واستخدامها ضد الميليشيا الحوثية أمر بإمكانه أن يقلب معادلة الحرب في اليمن لصالح الشرعية مستدلين بما حققه السلاح المسير في معارك كثيرة بين الدولين كبرى لسيما المعارك بين روسيا وأوكرانيا فهل تفعلها قيادة الجيش وتقلب الطاولة على رؤوس المتمردين الحوثيين وتخلص اليمن من كابوسها أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي في العاصمة المؤقتة عدن الحزم الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الخاص بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية واجتملت السياسات الحكومية المقرة على الإجراءات التنفيذية لها والخارطة الزمنية لتطبيق البرحلة الأولى من الإجراءات المقرة والتي تضمنت في مسارها القانوني بنودا أبرزها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي والأشخاص المتعاملين معها والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية لوزارات واجهات حكومية والمسجلين في قوائم دول واجهات أخرى وصدر بإدانتهم أحكام والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير والتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتعبعة والملاحقة الجنائية كما تضمنت تدابير العاجل التي أقرتها الحكومة في اجتماعها في عدن إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الجماعة المسلحة ودعم أنشطتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن وبحسب وكالة الأنباء السباء وجه رئيس الوزراء الوزرات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإرهابية رئيس الوزراء جدد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية هذا وأكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية نعم وقال إن قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الجماعة المسلحة والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع معبرا عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة والمجلس الرئاسي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وفي السياق أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك أن الحكومة سوف تتخذ ما يمليه عليها واجبها للدفاع عن مصالح اليمني وشعبه ردا على الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمنية لافتا إلى أن الميليشيا باستهدافها المنشآت النفطية تعمل على النصف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمليد الهدنة وتوسيعها وقال بن مبارك في لقاء جمعه بسفير الاتحاد الأوروبي إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيا الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك وأوضح وزير الخارجية أن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يعتبر إجراء ضروري يفرضه سلوك الميليشيا العدوانية وسيتبعه إجراءات عقبية بحق القيادات الحوثية والأفراد والكيانات المرتبطة بها جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لوحدة وأمن واستقرار اليمن نعم جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريال فيناليس خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك حيث ناقشا تطورات الأحداث في الملف اليمني وعرقلة ميليشيا الحوثي للجهود المفذولة لإحلال السلام وأكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن وفي شأن آخر ندد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بالانتهاكات الحوثية وآخرها إصدار الميليشيا ما يسمى بمدونة السلوك الوظيفية وصفا ذلك بالعراقيل الإضافية للجهود السلام وقال الوزير خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي إن هدف الميليشيا من المدونة هو تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها إلى جهاز ميليشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام وفي موضوع المدونة الحوثية أعربت منظمة حقوقيا المدونة شرع لثقافة العبودية والاسترقاق وتكريس للتجار بالبشر المنظمة اليمنية لمكافحة للتجار بالبشر في بيان لها قالت إنها تتابع بقلق كبير ما أعدته ميليشيا الحوثي تحت مسمى مدونة السلوك الوظيفي والتي اتضح من خلال الاطلاع عليها ومراجعتها وفحص بنودها أنها امتداد لمشروعها الكهنوتي العنصري الخارج من أقبية الجهل والتخلف وتؤكد النظرة الاستعلائية السلالية ومحاولة استبعاد الآخرين التي تعتبر فكرا أصيلا ومتجدرا في مشروع الميليشيا الإرهابية أعلن مرصد حقوقي عن توثيق 19 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2022 وقال مرصد الحريات الإعلامية في اليمن في بيان الله إن الانتهاكات تنوعت بين ثلاث حالات احتجاز وحالتين اعتقال وثلاث حالات تهديد وحالة اعتداء إضافة إلى حالتين محاكمة صحفيين على خلفية قضايا نشر وحالة اختراق لحساب الشخصي لصحفي على الفيسبوك وبحسب التقرير فقد شهدت مناطق مختلفة في اليمن حالة انتهاك ضد الإعلام حيث رصد التقرير 11 حالة انتهاك في مدينة عدن وأربع حالات في محافظة تعز وحالتين انتهاك في محافظة لحج وحالة واحدة في كل من حضر موت ومارب هذا وأشار التقرير الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية إلى أن 15 صحفياً ما يزالون يقبعون في السجون وقد مر على البعض منهم أكثر من سبع سنوات منهم 13 صحفياً في سجون الحوثي وصحفي آخر في سجون الحكومة وآخر في سجون تنظيم القاعدة منذ العام 2015 ولا يعرف عنه شيئاً حتى اليوم نعم كما قال التقرير أن عدد الانتهاكات المتناقص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا يعني بالضرورة تحسن مؤشر حرية الصحفة والتعبير فيها بل على العكس تماماً فقد أدت المضايقات التي مارستها الجماعة بكافة أشكالها إلى تصحر مناطق سيطرتها من الإعلاميين والصحفيين الذين يحملون رأياً معارضاً لهذه الميليشيا أقام الدائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام اليوم دورة تدريبية في مجال جرائم الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني لعدد من أعضاء النيابة العامة ونيابة الصحافة والمطبوعات بديوان النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدد وتهدف هذه الدورة التدريبية التي تستمر لثلاثة أيام إلى إكساب أعضاء النيابة العامة ونيابة الصحافة والمطبوعات مفاهيم ومهارات في مجال جرائم الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني ورفع مستوى قدراتهم المهنية بما يمكنهم من القيام بمهامهم وتأتي هذه الدورة عقب صدور قرار أو قرار إنشاء نيابة الصحافة في عدن الذي أحدث حالة من الجدل والتشكيك بدستوريته في موضوع آخر أطلقت ميليشيا الحوث الإرهابية حملة جبايا تعلم ملاك الأفران والمخابس في صنع ومحافظة إب بذريعة عدم الالتزام بتسعيدة أقرتها الميليشيا حديثا واستغلتها لفرض إتاوات مالية كبيرة تأتي الحملة وسط مطالبا لملاك الأفران بتخفيض أسعار الدقيق ومدة الغاز المنزلي وتخفيف الجبايات التي تفرضها الميليشيا ملاك المخابس يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تستغل التسعير الجديدة في فرض جبايات جائرة وفي محافظة إب شكا سكان من اختفاء الخبز في عدد من مناطق مدينة إب عقب شن ميليشيا الحوثي حملة جبايات جديدة أدت إلى إغلاق ما يقارب عشرين فرنا بغرض ابتزاز ملاكها وفرض غرامات مالية باهظة عليهم وبحسب السكان فإن عناصر ميليشيا صدفوا أفران بيع الخبز في ثلاث مدريات بزعم مخالفتهم الأوزان والأسعار والتعليمات مشيرين إلى أن إغلاق الثمانية عشر مخبزا في مدرية ريفئب والظهار والمشنة مع مواصلة استهداف ما تبقى من الأفران المنتشرة في بقية مدريات المحافظة أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك اليوم صيانة محطة المنصورة في العاصمة المؤقتة عدم نعم كما أقر المجلس وفقا لوكالة سبا الإجراءات التنفيذية بشأن صيانة محطة المنصورة وأرتسلة وصدق بهذا الخصوص على نتائج ما تم التوصل إليه مع الشركة المصنعة وأرتسلة لصناعة المحطة بما يمكن من رفع قدرتها الانتاجية قبل حلول الصيف القادم التخفيف من حدة العجز كما ناقش المجلس الأعلى للطاقة مقترحات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في محافظة حضرموت وكلف وزارة الكهرباء والطاقة بالاعتماد على استشاري تقييم العروض المقدمة لمحطات التوربينات الغازية اختتم في مدينة سيئون برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي الذي نفذته مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية بالشراكة مع مؤسسة رانين اليمن ويهدف البرنامج إلى تحسين السلامة المجتمعية على المستوى المحلي في حضرموت والوادي وتعز ومأرب وشبوى وعدن عام وثمانية أشهر جال من خلالها فريق برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في محافظة حضرموت شرقي البلاد يهدف البرنامج إلى تحسين السلامة المجتمعية وتمكن الأجهزة الأمنية للقيام بدورها من خلال دعمها وتوفير الإمكانيات اللازمة لها إلى جانب المساندة المجتمعية التي تسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مما لا شك فيه بأن المشروع لا بد أن تكون له ثمار إيجابية على أداء المؤسسة الأمنية وأذكر على سبيل المثال والحاصر وهو الدعم المقدم لإدارة الأدلة الجنائية الدعم المقدم لإدارة الأدلة الجنائية هو أثمر بشكل كبير جدا بحيث أننا نكون هنا عينات المخدرات التي نريد فحصها نتنقل بها إلى ساحل حضرموت أو إلى محافظة عدن لكي نبحث عن من يبحث لنا هذه العينات من المخدرات تضمن البرنامج خلال مراحله المختلفة بناء قدرات الأجهزة الأمنية وتنظيم أكثر من ستين منتداً حوارية مع المجتمع وصناع القرار بالإضافة إلى أرش عمل تضع السلطات المحلية أمام قضايا المجتمع المشروع ناقش الكثير من الأنشطة التوعوية وأيضاً الأنشطة للقطاع الأمني في التدخل الأمني في المخدرات في الدفاع المدني في الأدلة الجنائية وغيرها من القضايا الأمنية وأيضاً تدريب الكوادر الأمنية وبناء قدراتهم ورفع مؤهلاتهم في القطاع الأمني بشكل خاص يشكل هذا البرنامج الذي تنفذه مؤسسة الشهيد بن حبريش تدخلاً نوعياً لمنظمات المجتمع المدني في وادي حضرموت في ضد حالة التدهور الأمني الذي أفرزه الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات وغياب الإمكانيات الأمنية المعززة لدور مؤسسات الدولة وتدريبها وتأهيلها عبدالله مومن يمن شباب حضرموت ختام النشر نذكركم بأبرز ما جاء فيها البحرية الأمريكية تحبط تهريب شحنة متفاجرات إيرانية للحوثي والحكومة تقرر تحديث القوائم السوداء بالقيادات الحوثية والكيانات الداعمة لها الخارجية تندد بمدونة السلوك الحوثية وتعتبرها ملشنة للدولة وتقويضاً لجهود السلام ومنظمة تقول إنها تكريس للتجار بالبشر تظاهرة لأهالي بني مطر في صنعاء احتجاجاً على نهب نافذين حوثيين أراضيهم إذن نشكر لكم ماطباً متابعة ضمتم ودم الوطن بالفخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة